كنتون عني نعود مباشر استسمح منكم لأن صوتي قدوا عني موتين به اللي مرهقة شوي ما نراقد حتى وتعبان وعندي وجعب الرأس يا غيروتو في الوضعية عادت تطلب مني عني نتكلم ووضح بعض الليقات اللي تخص نقاب الصحافي الموريتانيين نحن نقاب الصحافي الموريتانيين بعد سنة زايدة من التأجيل تم تحديد وقت المؤتمر في المكتب التنفيذي يامس اجتمعوا منه أعضاء قالوا هما عن نحصل للنصاب وقالوا عن المؤتمر اللي هي عود في وقته المحدد يومي 16-17 هذا الشهر ونحن كنا رافضين التأجيل فعلا به اللي فهم عدة خيارات قد يعدل بها المؤتمر بارك اللي نوضح لكم عدة نقاط بخصوص نقاب الصحافي الموريتانيين شكرا جزيلا لكم ويعطيكم الصحة بالنسبة المبدئيا للشكوى اللي كتبت عنها على الصفحة هذه الشكوى مقدمة هيئة الساحل بوصفها هيئة ناشطة حق الإنسان والدفاع عن التعليم والله رفع تعليم والسلمي الاجتماعي ما هي باسميانا شخصيا بالنوع إذن فت تكلمت عن رفع الشكوى اخترح لي المحامي عنها تستخدم في إطار حملة وفي إطار تناغس على النقابة يعد تأذيرها قليل ذاني نمو اللي ما عندنا الوقت لها لأن نحن حالا في تنسيق دائم مع المرشحين ولذلك وقفت شخصيا تقديمها مع زملاء صحفيين وزملات من مختلف الشرائح مع رفع الشكوى وقالوا لي بالحرف الواحد اللي ما تقدم الشكوى لنقدمها نحن هذا يكيعد موضع واضح شفت فم واحدين ضد تقديم الشكوى وقالوا لي عنهم لو كان لو كانت سولتهم يقولوا يعني ما نرفعها يغير مولي الأغلبية الساحقة اللي تواصلت معايا قالوا لي عني نرفع الشكوى فيهم مسؤولين في الدولة فيهم معارضين فيهم وحدين لا توعدوا مسؤولين في الدولة فيهم محامين فيهم إعلاميين يغير الشكوى حالا عجلتها لين توفى هذه المعركة بالنسبة لهذه الشكوى تخص هيئة الساحل ودفاع عن الحقوق ودفاع عن السلم الاجتماعي هذا موضوع الشكوى موضوع نقاب الصحافي الموريتانيين نحن اللي نجينا للنقابة إجبرنا اللايحة لأسف شديد متصرف فيه هذا النقاب بحذ زملائنا صحافيين من اللايحة بكتابة أسماء بعض زملاء بطريقة غير صحيحة وهذا الأمرين أمور خطيرة لأنين تعود نقاب الصحافي الموريتانيين اللي هي تنافسوا عليها الصحافيين ما هي صالحة منها عن فم أرضية ما هي صالحة للتنافس الشريف هذا النقيب عدل اللايحة بالطريقة اللي يبغي هو زملاء صحافيين اللي دار أسماءهم صالحة ما نحذف له حد بينما نحن زملائنا اللي صوتوا له 2017 واللي كانوا معاه تم حذفهم قلنا له بشكل صريح أن هذا المؤتمر ما نقايسينه طالما الأرض يمي متساوية طالما هو قابل خطوات قدامنا ويدورنا شاركه معافظة المؤتمر لذلك ما نمساعدين ندخل السباق مع عرقاج متقدم علينا الخطوات خاصة عنه كان النقيب واللائحة عنده وعنده القدرة يتصرف فيها لذلك نطالب ونعلن الرأي العام عن نكابة صحافيين موريتانيين لاحظ منتسبين فيها لائحة سيئة للغاية وغير مقبولة يالله تحيا ينقلع عنها الناس اللي توفات ينحذف الأسماء المقررة يتم إعادة صحفيين وصحفيات الزملاء وزميلاتنا اللي تم حذفهم يتم يرجعهم لاحظ منتسبين ويتم تصحيح أسماء زملاء وزميلاتنا اللي تم تكتابة أسماءهم طريقة خاطئة وليما يتم تصحيح هذا وتغلب لهذه المشاكل نحن ما نماشي نشر هذا المؤتمر لأنه مكيدة ولأنه التفاف على صحفيين اللي دور تغيير ولأنه التفاف على صحفيين اللي اختاروا ناس جديدة يأكد قود هذه النقابة الموضوع الثاني هو عن هذه النقابة اللي أسف شديد ما عنها أرشيف نحن جاينا نطالبه بلايحة 2017 وبلايحة مؤتمر وهو جاينا يقاب 2017 وكان فيه سابق ذلك في عضو المكتب التنفيذي منين هم الأرشيف الناس اللي شاركت في المؤتمر 2013 الناس اللي شاركت في المؤتمر 2017 منين هي لماذا ينقالنا قيسوا الانترنت بحثوا عن السماء زملائكم النقطة الأخرى هي تنسوية الزملاء اللي في الداخل واللي في الخارج نحن الحمد لله الإعلام العمومي تطور عادت التلفزة الموريتانية عندها مكاتب في الداخل والإذاعة كانت عندها مكاتب في الداخل وطرات مكاتب جديدة في الداخل وعاد الإعلام فهم إعلام جهوي موجود في نوابيب وفي ألاق وفي النعمة وفي روص وفي زويرات كل ولاية الوطن فيها صحفيين عندهم مواقع وعندهم منصات للتواصل الاجتماعي هذا الزملاء عندهم الحق يجير المؤتمر يأكي صوته على النقيب اللي له يمثلهم اللي له يقود نقاط الصحفي الموريتانية نقاط الصحفي الموريتانيين قيادة محمد سلم وليده وبعد قبل الثلاثة أيام من المؤتمر ما عندها خطة للإشراك الصحفيين المسجلين في نقاط الصحفيين الموريتانيين اللي في الداخل اللي في الواذيبو اللي في النامة واللي في النامة واللي في روص واللي في الزويرات واللي في الولايات الأخرى أي واحدة الثانية زملائنا اللي في الخارج عندنا زملاء في أمريك عندنا زملاء في أوروبا عندنا زملاء في تركيا عندنا زملاء في الدول الأوروبية الأخرى الدول العربية الدول الفريقية هؤلاء الزملاء مسجلين في نقاط الصحفي الموريتانيين وموجودين في الوايحنا المرشحة للنقابة ما فهم طريقة عند نقاط الصحفي الموريتانيين تسمح لهذا الزملاء عنهم يشاركوا في المؤتمر عنهم صوتوا بالنقيب الصحفيين اللي لا يعود يمثلهم يمثلهم قناعة لذلك نحن قررنا عندنا نقدم طلب للجنة المشرفة على المؤتمر المرقانة كمرشح لحظة المستقبل وطالب المعلوم كمرشح تضام وسعيد حبيب كمرشح للأمل عدلنا طلب موحد ومشيناه للجنة المشرفة على المؤتمر وطالبنا بهذا النقاط وقلنا بشكل واضح عن إليه ما يتم الاستجابة لهذه النقاط نحن ما نمساعدين نمشوف مؤتمر موتوافقي ما نمساعدين نفتر وسنة من التنسيق وسنة من الحملات وسنة من الاتصال بالزملاء والزميلات وسنة من العمر الميداني والحملات لكن نزل مؤتمر ما هو توافقي ونشرعه الرجاج ما تلا صالح لقيات النقاط الصحفي المورثانيين ويغلبنا فيه إذا نحن نحن ما نمساعدين وصحفيين ما مقابلين ولهم معدلين هذا اخترت موغيل في لايف يمكن طلع له رأي العام موريتاني ونقطة الأخيرة التي طالبنا بها أن يعود ثم مشرف مشرفين على المؤتمر العملية الانتخابية من القضاء لجنة من القضاء خارج نقاب الصحفيين الموريتانيين لجنة التوافقية نحن واثقين فيها لذلك الناس اللي في النقابة ما أنواثقين فيهم كاملين منحازين لهذا المرشح أو ذاك وهذا هو اللي قد يسبب المشاكل المستقبله هذا المؤتمر إلينا يمش به هاي الطريقة ليجي راح للمشاكل والقضاء والتقاضي وشكوه وشكوه وكيس ما قد تخلق 2017 وشكوه سنة من موريت الراجل في القضاء لأنه عدل مؤتمر موصالح في الساعة ونعن حالا هذا المؤتمر يعدل الطريقة ترضي الجميع ترضي جميع الأطراف إياك هلينيو في المؤتمر وينجح الناجح منهن كاملين ونقول له مبروك يعطيك صحة أبدا أنك نجحت نقاب صحة في الموريتانيين الآن من تناقيب ونحن مساعدين نشتغل معاك كصحفيين منتسبين لنقاب صحفين الموريتانيين إغير ما اللي إلي نتعود ما هي صالحة وليتوافقية ما أنا معدلينها واللي بغي يترشح مع راسه يترشح وعد المؤتمر ينابس نفسه يقال ما من نابس بعد مرشحين داروا صحفيين وصحفيات ذقتهم فيهم يا كيمثلوهم رأي العام يلا يعود مطالع على هذا النقاط يلا يعود عارف ما يحصل في نقاط الصحفي الموريتانيين لأن نقاط الصحفي الموريتانيين جسم صحفي مهم في هذا البلد اعتباري يمثل أغلب المنتسبين الحقل الإعلامي منتسبين ألف واربعمائة وشو عشرين ألف ومتين واربعين على الأصح معنى عنه يلا يعود جسم مختلف جسم محترم جسم يعطي الصورة الطيبة والجيدة لكل الصحفيين في البلد حتى الآن في الحملة لاحظنا استقلالية تامة للصحفيين خاصة في الإعلام الأمومي أنا شخصيا مقدر عن مديري الإعلام الأمومي يعطوا الفرصة للصحفيين اللي يشتغلوا في التلفزي ولذا على الوكال المرتيني لأنباء من دون عنهم يدخلون في قناعاتهم وهذا أمر جيد أمر ممتاز ونحن نشجعه ونعتبره خطوة مهمة نحو اختيار الصحفي اللي يعود يمثل كل الصحفيين موريتانيين اللي يعود نقيب صحفيين موريتانيين لأن للأسف الشديد كانت مؤسسات الإعلام العمومي دائما تدخل الصحفيين وتفرض عليهم عن صوته لهذا المرشح أو ذاك حتى اللحظة حتى اللحظة هذه المؤسسات قابلة الحياد لأن هذا أظهر في الصحفيين اللي يشتغلوا في الإذاعة يشتغلوا في التلفزة الوكال المنتمي للأنباء واليعلنوا دعمهم لكل موريتانيين كل صحفي صحفية قدم وقدمت ذكرتها ولا قدم رأيه حول موريتانيين وعلنوا دعمهم بكل صراحة وبكل خوف وهذه وضعية جيدة يالله تستمر ما يالله تتغير ويلي نقول اللي يدخلوا والله تدخل الدولة يدور ذاك يظهر لنا ندور نحس به وندور نقبل الخطوات اللازمة فعن عن أن نوقف ذاك ونصدأه بيلي كيف ما قطقلت مرات وكررت عن هذا المؤتمر ما هو كيف المؤتمرات السابقة هذا المؤتمر مؤتمر مختلف تماما لأن ترشح الشباب فيه ترشح جدي ترشح منسق ترشح واضح وأهله يدوروا لا لفوز ما يدوروا شيء أخر أولاء ندعوهم من الشباب فقط دعموهم جل الصحفيين من الأجيال السابقة لنشهودهم بالنزاهة لنشهودهم بالمهنية لنشهودهم بالعطاء وفي موريتان وخارج موريتان في مجال حق الإعلام وهذا موضوع مهم وجيد ويعطينا دفعة إلى الأمام عن نوصل لنقاب الصحفي الموريتانيين إلينا تقوم اللجنة المشرفة على المؤتمر وتتلبي طلباتنا وتصحح الأخطاء الموجودة ويجوز زملائنا في الداخل والله يعدل لهم طريقة صوته بيه وتعدل طريقة لتصويت زملائنا في الخارج اللي نشاركه في المؤتمر نعود جزء منه واللي نجحن هنؤه إلي ما يخلق هذا نحن ما نمشاركين فيه حتى الآن هذا هو الموقف الموحد للمرشحين الثلاث من دون نقيب الصحفي المنتهي لذلك رأي العام يلا يعد واضح له وضعية النقابة للأسف الشديد هي وضعية مزرية نجدد تحييل كل أعضاء لايحتنا لايحت مستقبل رقم 4 اللي تزموا بقمة الأخلاق والمهنية في هذه الحملة رغم عن حملتنا هي أفضل حملة إعلامية من المرشحين رغم عنها هي أكبر حملة تأثير في هذه الانتخابات ما يسجل لا واحد مننا ولا واحد مننا لعنه عد التجاوز في حق حد ولا رد على حد رد ما هو جيد رغم عن تم استفزازهم ورغم عن تم التجاوز عليهم ورغم عن تم الضغط عليهم يا غير ما خلق أي شي قد يأثر على حملتنا شاكر جميع زملائي وزميلاتي في لايحة المستقبل وراني سعيد متشرف ولايحة متشرفة بدعم الصحفيين المهنيين لنا وإعلانهم اللي ذاك على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتأكيدهم الدائم لدعمنا ومساندتنا والتصويتنا متشرف بلوك الزملاء اللي انسحبوا من لايحة النقيب المنتئي وعلنوا انسحابهم وعلنوا دعمهم مننا هذه سابقة في مجال الصحابة في البلد عن مدة تستخدم العقل والمنطق والفكر وتراجع قراراتها بناء لمعطيات محددة وتقرر من جديد عن تمشي في مسار أوخر مرحب بهم في لايحة المستقبل شاكرهم على الدعم وعلى الثقة وإلينا يخلق المؤتمر بالطريقة اللي ندوره داعهم كاملين للتصويت لمشاركة بالتصويت المكثف يوم السبعة عشر اللي هو موافق يوم السبت لايحة المستقبل الرقم الأربعة شكرا لكم كاملين الناس كاملة اللي ساندتنا من غير الصحفيين من إعلاميين من سياسيين من حقوقيين من معاشتنا على مواقع التواصل الاجتماعي من وزراء السابقين من قادة سياسيين قادة المجتمع المدني ومن شباب يبغي التغيير ومن ناس تبقي تشوف صحافة جادة ذا البلد شكرا لكم كاملين هذا نجاح لنا نجاح كبير لنا يغير نجاح لأكبر ليعودلين لقبو النقابة بحول الله كان لازم نوضح لكم هالي الأفكار رغم عني تعبان ونومي قليل يغير وتوف إياك تقعدوا لأطلاع بما يجري في نقاط الصحفي الموريتانيين شكرا لكم ملللقا